اقترب النادي الاسماعيلي من حل ازمة لاعب الفريق الاول لكرة القدم الغانية وانور وذلك لتفادي هروبه بسبب ازمة المستحقات المالية المتأخرة وقال مصدر مسؤول بالاسماعيلي انه سيجرى منح ياو انور جزء من مستحقاته المالية المتأخرة لتفادي هروبه من الفريق مؤكدا ان المهندس يحل كومي رئيس النادي الاسبك سيتحمل متأخرات اللاعب كاملة واضاف ان هناك سعيا لحل ازمة المستحقات المتأخرة للعديد من اللاعبين من اجل تفادي ازمات فسخ تعاقدهم مع النادي والدخول في مشكلات مع الفيفا واشار المصدر الى ان الغموض يحيط بموقف اللاعب سيرجي اكا الذي يحق له الرحيل عن الاسماعيلي بدفع مليونين ونصف المليون جنيه قيمة الشرط الجزائف عقده والجدير بالذكرى ان عروض من نادي البنك الاهلي والاتحاد السكندري ونادي الزمالك وصلت لللاعب ويسعى مسؤول الاسماعيلي الى تجهيز 135 الف فرنق قبل يوم الاثنين المقبل للطعن على حكم خالد النبريسي لاعب الدرويش السابق الذي حكم لصالحه بمبلغ 535 الف ضرار يتم دفعها في حالة عدم الطعن على الحكم اشتركوا في القناة